اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نبرو إليك من حولنا وقوتنا ونلتج إلى حولك وقوة تياذ القوة المتين موضوعنا اليوم العيد بالتفاؤل والاستبشار العيد تفاؤل واستبشار العيد ومأفوز من العود لأنه يعود في كل عام سمي عيداً ويتكرر على مر الأيام سمي عيداً لعوده وعند الفقهاء سمي عيد عيداً لأن لله فيه عوائد الإحسان على خلقه هذا التعريف عند الفقهاء سمي عيداً لأن لله عوائد الإحسان على خلقه وعند العامة العيد هو الذي يعود على الناس بالفرح والبشر سمي عيداً كان في الجاهدية أعياد كثيرة أهل الجاهدية كان عندهم أعياد أعياد كثيرة منها أعياد الأزمنة ومنها أعياد الأمكنة فأتى الإسلام وهم يقومون بأعياد كثيرة فكان أعيادهم عند الأصنام التي يعبدون الله عندها يعبدونها من دون الله فمثلاً كان في الطائف في صنام ألات وكان في المدينة منات الثالثة العزة المدينة كان منات الثالثة وكان لأهل مكة العزة العزة لأهل المكة ومنات الثالثة لأهل المدينة ولات لأهل الطائف كانوا يتبهوا عندهم دبايح ويتخذوها فرحا وعيدا إلى أن سطى نور الإيمان الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام فتبدلت أعيادهم بالعيد بالعيدين الذي أتى بهم الإسلام عيد الأضحى وعيد الفطر قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان إذ عما تلعب فيهم قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النهر فالعلماء قالوا إذن العيد هو الذي يظهر الإنسان فيه البشرى والفرح لتفضل الله على عباده بالرحمة والمغفرة عيد الفطر لأنه كان فيه صيام قبل منه وعندما يخرجون من رمضان الملائكة تقف على أفواه السكاك على أفواه الشوارع ويقولون أغدوا إلى رب رحيم يمنوا بالخير ويعطي الجزيل فمغفر عم في رمضان لما قبل صيامهم استبشروا فكان عيدا لهم وعيد الأضحى لما كان بالحج ووقفوا فسعدوا الله واستجاب الله لهم كذلك كان فرحهم بمغفرة الله عز وجل لهم فكان لهم أن يفرحوا بمغفرة الله سبحانه وتعالى قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها دخل أبو بكر يعني والدها وعندي جاريتان من الأنصار تغنيان الجارية البنت التي عمرها نسعة عثم عشر تلتعاشر سنة نسعة لم تضغي سميت جارية لأنها تركض كثير تجري كثيرا بنتين لم يكن مغنيات لكن أعدين عم عم يغنوا ببيت النبي عليه الصلاة والسلام فدخل سيدنا أبو بكر عم يغنوا ببيت النبي أتغني أمزمار أمزامر الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت النبي النبي مستطي وانا عم يغنوا فكشف النبي عليه الصلاة والسلام عن وجهه وقال يا أبا بكر ذلك يوم عيد فقال رسول الله يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدونا بوجود النبي عم يغنوا النبي مستطي مستطي ومتغطي ببيت النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم هذا مشهد من مشاهد الفرح بالعيد مظهر من مظاهر السرور والبهجة في العيد فصلى الله عليه وسلم قال لتعلم يهود أن في ديننا فسحة لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني أرسلت بالحنيفية السمحة دين فيه سماح فيه سمحة خلي يأخذ حبريت خلي يلعبوا وغير ذلك في المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم في يوم عيد أتى السودان إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام السودان عندما يلعبوا يلعبوا بإيدا سيف وبإيدا ترس يلعبوا بالسيف والترس وصل جامع النبي عليه الصلاة والسلام الأيام عيد قاموا عمي العبو فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى عائشة وقال يا عائشة أتحبين أن تنظري هل تتفرجي قالت نعم يا رسول الله فوقف النبي بالباب ووقف خلفها ووضعت ده أنها على كثف النبي عليه الصلاة والسلام حاطة ده أنها على كثف النبي وعند يتفرج النبي وعيد خمس دقائق عشر دقائق والنبي يعمل دونكم دونكم يا بني أرفدة دونكم يا الله عليك جد عليك برابا عليك جد يعني النبي عمي هايجون وهذه الشوافة عليك تتفرج فالتفت النبي قال أما كفاك يا عائشة قالت له قليلا يا رسول الله ما هي ترخار تم نبي تلت ساعة الصح عاشتك يا عائشة أتلك كمان شوية تم وعف النبي عليه السلام ثم قال كفاك يا عائشة عاشتك فدخلت صلى الله عليه وسلم بالجامع عما يطلب من زوجته تعيد فرجي حتى يدخل السرور عليها هاي أيام العيد أيام الفرح أيام السرور أيام ندخل على قلوب أولادنا وأهلنا الفرح والسرور لنحن هل الصالح يضحي ويجب لمرته الرأس والمآدم والحفات أشتغلي فيهم طول المهار هذا على ندفذ شعر وعلى شو وعلى أن تطبخ لهم لأن يأكل حفاتي ورأس ومآدم بينما النبي يدخل السرور على قلب زوجته صلى الله الله تعالى عليك يا رسول الله فالعيد فرح وإذا كان العيد فرح لا بد أن نفرح لكن بإيش بدك تفرح أول شيء العيد فرح تفرح بمغفرة الله تفرح برحمة الله تفرح بفضل الله قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فضل الله في عيد الفطر مغفرا للصائمين وفي عيد الأضحى مغفرة للحجاج بل لأمة محمد أجمعين لأنه اللهم مغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج والحجاج في عرب فاتح قال اللهم مغفر لأمة سيدنا محمد فمغفرة عامة لكل أمة سيدنا محمد لذلك لما النبي رأى في يوم العيد رأى رجلا عابسا طانع من بيته حاطف العادة قال عليه الصلاة السلام إن الله يبغض المعبسة في وجوه إخوانه عطت العادة في يوم العيد يوم العيد فرح إذا تخرج من بيته كنت مبتسم فرحان بمغفرة الله سبحانه وتعالى فأول في الفراح بالله فراح بفضل الله سبحانه وتعالى فراح بأن الله قبيلك عبدا من عباده هذه ما حدا يتفكر فيها الله عز وجل أكرمني أن أكون عبدا من عباده الملوك ما بتقبل من يكون عندها فإلا يالي بتنقيهم تن آية بتنقي الرجال المخلصين الأوفياء الصادقين أصحاب القوة أصحاب المنعها هذين تضعهم عندها فأنت على ضعفك وعلى فقرك وعلى عجزك الله قبيلك عبدا عندك الملوك لا تدخل لبيوته إلا أعز الخلق لها أنت دخلك لبيته وأعدك ببيته وأكثر من ذلك فضل الله عز وجل أن أجرى على لسانك اسمه هذا فرح هذا عيد لو يعرف الإنسان شو معناتها الكلمة هي لأجرى كل أيام وهو فرح بفضل الله أجرى كلمة لا إله إلا الله على لسانك وهذه كلمة جعلها أثقل من السماوات السبع والأراضين السبع مثل ما ورد معنا الحديث البارحة من وصية سيدنا نوح لولده عند الموت قال أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين أوصيك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعتا في كفة ولا إله إلا الله وضعت في كفة لأثقلتهن لا إله إلا الله ولو كانت السماوات السبع والأراضين السبع حلقة حلقة ما في إلهاء أول وآخر متصمة نزلت عليهم لا إله إلا الله لقسمتهن لو السماوات والأرض كانوا حلقة واحدة لقسمتهن لا إله إلا الله فهي أجرى لسان على لسانك كلمة لا إله إلا الله من آت قبيلك عبدا وأجرى ذكره على لسانك ومن أجرى ذكره على لسانه قبيله أن يكون من أهل مملكته قبلك تكون من أهل المملكة فيا هني أنا إلك تفرح بذلك لأن الله عز وجل وضع وضع حبه في قلبك وضع حبه في قلبك من حبه عم تذكره يعني ما بحب الله ما بذكره لذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام علامة حب الله كثرة ذكر الله وعلامة بغض الله ترك ذكر الله فإذا ألهمك الذكر معنات قبيلك حبيبا له فيا سبحان الله ما أعظمها العطاء الإلهي لو در المؤمن هذا العطاء لأصبح ليله ونهاره في شكر لله وفي فرح على فضل الله الذي أكرم فغير الذكر الله عز وجل معدى أن خلق الخلق أمرهم بأوامر وأعظم أوامر الله تعالى الطاعة أمرك بطاعته ألهمك الطاعة ألهمك الطاعة جيتوا على الجامع بإرادتكم ولا بفضله منصلي بإرادتنا ولا بفضله بإلهامه بفضله وكرمه الحمد لله شكور الله لأله جعلك من أهل من أهل الطاعة من أهل التقرب إلى الله عز وجل حيث وفقك إلى الطاعة توفيق الله عز وجل إلى الطاعة هذا العطاء هذا العطاء إلهي ما أدركه إلا أهل القرب من الله فمعنات إذا ألهمك الطاعة وألهمك الذكر وفقك للطاعة وألهمك الذكر دليل أنه قبيلك عبدا عنده ومن قبله الله عبدا عنده لا يعذبه ليس له في نار جهنم نصيب جعلك في حماية من نار جهنم والله تعالى يخبرنا ويقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فمعناه كتب لك الفوز وكتب لك النجاح عندما أدخلك إلى بيته وألهمك ذكره ووفقك لطاعته فتحتاج إلى شكر تحتاج إلى فرح ولا إلى حزن الله يوفقنا الله يوفقنا هذا العيد العيد أنت تعيد على هالفضل الإلهي الذي الله عز وجل الذي الله تحنن وتكرم عليه عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما الإيمان نخص النبي جواب بكلمتين ما الإيمان فقال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن شهالة الإيمان إذا سرتك حسنته وساءتك سيئتك فأنت مؤمن انتبهوا بس هنا في الفرح إذا فرحت أنه أنت اللي عملت ضاءت ثواب منك بشرح الحديث بنتين إذا سرتك حسنتك بأنها توفيق الله لك إذا سرتك حسنتك بأنها توفيق الله لك وساءتك سيئتك بأنها ميل النفس والهوى فأنت مؤمن نأخذ فيها قول الله عز وجل في سورة النساء أينما تكون يدرككم الموت أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله التوفور على الكلمة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك السيئة من عند النبي وحسنة من عند الله قل كيل قل كل من عند الله كل حسنة والسيئة من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فشلون يقول من عنده وبعدين يقول له من نفسك شلون شرحها بكمة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك قال له أن هذا خطأ قل كل من عند الله خلقا كل من عند الله خلقا الله خلق الخير وخلق الشر خلق الليل وخلق النهار خلق العافية وخلق المرض خلق القوة وخلق الضعف ومن كل شيء خلقنا زوجين قل كل من عند الله خلقا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله قداما امتب توفيقا فمن الله توفيقا وما أصابك من سيئة فمن نفسك اختيارا أنت تختار خطيئة أنت تختار المعصية ما أصابك من حسنة فمن الله توفيقا وما أصابك من سيئة فمن نفسك اختيارا لذلك الله يؤخذك على فعل الخطيئة لأنه أنت اخترتها لأخذك على فعل المعصية لأنك أنت اخترتها الله خلق الليل لكن ما أمرك أن تعيش في الظلام خلق المرض لكن ما أمرك أن تعيش في المرض خلق لك الدواء خلق لك النور فكذلك خلق الشر ونهاك عنه لماذا لك أن نخلقه خلقه لكي نفحص إيمانك هل أنت صادق في محبة الله أم لا فخلق النفس والشهوات والملزات فريدنا نفحص أمانتك أيها الإنسان معلم عنده صناعية أو إجراء يريد أن يفحص إيمانهم يريد أن يفحص أمانتهم ما يفعل المعلم هو ماشي بيرمي خمسين ورقة بيرمي هنا مئة ورقة وبيعود بالراقب من الذي يقيمها فهذا الصانع أم مئة لا يوجد أحد حتى يجلبته إذن هذا قليل أمانة لكي يأخذ حذروا منه هذا إجابة الخمسين أنهم عميها إلى إيتها أنا بالدكان ما بعج من من هذا أمين عرف الأمين من الخائن فالخائن يصرفه والأمين يدلله ويكرمه فالله عز وجل خلق الشب إذن لكي فحصك الله يعلم أنك ما تفعل لكن حتى أنت تعرف حالك لما فعلت الخطيئة لكي أنت تقيم الحجة على حالك إذا عزبك أنت الذي اخترتك هذه الخطيئة فإذن العيد إذن هو يا أخواني إذا سردك حسنتك عملت عمال الحمد لله الآن جيدكم على الجامع فرحاني فيها أنتم فرحاني فيها الحمد لله لا يرى أن تبتسموا بسمي ففرحوا بفضل الله قل بفضل الله ورحمته فليفرحوا فبذلك فليفرحوا جل جلال الله فالعيد إذن فرح المؤمن مؤمن يفرح بفضل الله عليه مؤمن يفرح بكرم الله عليه يفرح بشارة بأن الله كتب له السعادة هل لو سألتكم مين اللي الله كاتب له السعادة منكم مين الله كاتب له السعادة يرفع أيده لشهر كل كن الحمد لله الحمد لله ماذا دليل أن الله كاتب لكم سعادة أولا من نص من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم طاها طاها مين طاها يعني يا إنسان طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما هيك أولا طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إذا ما نزل القرآن للشقاء إذا لا إيش نزيل نزل للسعادة الله هذه أول نص من القرآن طيب وأنت إلا فرحان أنت سعيد نعم سعيد لأن الله عز وجل أذن لي أن أدخل بيته سعيد أذن لي أن أحضر مائدة القرآن كلام الله أذن لك أن تحضر مائدة القرآن سعيد أن الله عز وجل أذن لك أن تجالس المؤمنين مجالسة المؤمنين فلك أجمهم ولك ثوابهم جعل لك فرح بيوم عيد تلتقي به بأهل الإيمان الحمد لله إذا الله أكرمك بنظر إلى مؤمن فمن أنت أنت من أسعد السعادة أنا ما أعتقد في حياتي وهي عقيدة ألقى الله فيها أن ما واحد جالس شيخنا ونظر إلى شيخنا إلا الله يجعله من السعادة أي يقين والله كما أني أتيقن بوجود الآن أتيقن بهذه الكلمة أن كل من جالس شيخنا ونظر إليه أن الله يسعده ويسعد ذريته إلا إذا بدل وغيث أما من استقام زريته هو زريته الله يسعده هذا على يقين هذا ما جاء من الهوى يقين من أحاديث رسول الله ومن القرآن كل فهمانا من جالس أحباب الله وأولياء الله ونظر إليهم كان معهم في الدنيا وفي الدهر الآخرة ويقفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يؤتى بالعابد والعالم فيقال للعابد ادخلي الجنة عم يصلي يسلم لحالهم نروح فوت على الجنة ويقال للعالم قف ما في فوت حتى تشفع لمن تبعك بما أحسنت أدبه الحمد لله نشكر الله على ما أنعم هاي سعادة هاي السعادة لذلك لما أجاه واحد للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله النبي قاعد بين الصحابي يا رسول الله متى الساعة النبي ما ردنا عليه رد أحد شوية يا رسول الله متى الساعة رد النبي ما رد عليه تالت مرة يا رسول الله متى الساعة فالنبي قال له ماذا أعددت لها عم تسأل عن الساعة عم تشوية هي أتلها ما أعددت لها قال والله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام لا عم صلي كثير ببسومه كثير غير أني أحب الله ورسوله ما عندي غيرها فابتسم النبي وقال المرء مع من أحب قال أنس فوالله ما فرحنا بشيء فرحنا بمثل هذه الكريمة فإني والله أحب النبي وأب بكر وعمر وأرجو الله أن يجمعني بهم وإن لم يكن عملي مثل عملي فالحب ماذا أعددت لها قيام الساعة ما أعددت لها أنت لم يكن لم يكن ممكن كان نفكر أن يقل له بعد جمعة بعد شهر بعد سنة قال له أنت ما هيئة إذا قيمت القيامة ما هيئة قال له والله ما في شيء صلاة صيام ما في ما في أكثر أني أحب الله ورسوله فقال له أنت مع من أحببت في رواية المرء مع من أحب هذه نص البخاري رضي الله عنه وأما ما ورد في السنان يحشر المرء مع من أحب في سنان ترمزي وأبو داول والنساء يحشر المرء مع من أحب رواية البخاري أوسع المرء مع من أحب مع من أحب في الحشر وفي الجنة أما الحديث الثاني الحديث السنان بالحشر معهم إذا كان بالحشر معهم لكم جنة معهم لذلك أنت مع من أحبب أنت مع من أحبب لم تحب الله عز وجل جعلنا من محبين رسول الله وأنا والله أحكي لكم والله لما ما حبت النبي ما حدا منكم أجي لكم لما أنه تحب الله وتحب النبي والله ما جيته على الجامع ساعة نوم تسوى تسوى تركت نوم تركت راح تكون وتركت وكنت أحيت الليلة وكذا تركت وجيت لو لا حب الله ورسوله لما أتيتم فأبشر أنت مع من أحببت هذه بشارة العيد أبشر أبشر فأنت مع من مع من أحبب وحتى يكون إلى كمان بشارة قال عليه الصلاة والسلام هذا خصوصي الكل الحديث خصوصي الكل قال صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع على عباده إن الله يطلع على عباده فيقول للملائكة أنظروا إلى عبادي هؤلاء أنظروا إلى عبادي هؤلاء يذكروني ويخشعوني بالغيب يذكروني ويخشعوني بالغيب ولم يروني أنظروا إليهم لم يأل الله مخاطئ الملائكة أنظروا إليهم شوفوهن شوف قال شاخصة أبصارهم شاخصة أبصارهم إلى رجل منهم يقص عليهم آيات انظروا إليهم شاخصة أبصارهم موجود فيكم هيا لا لومين إلى رجل منهم يقص عليهم آيات ويذكروني عم تذكروا الله لما عم نظر عم الحمد لله طوبى لهم طوبى لهم أشهدكم أني قد غفرت لهم ذنوبهم أشهدكم بأني قد غفرت لهم ذنوبهم بالله عليكم بد فرح ولا لا كلام النبي عليه الصلاة ورد في الحلية عن معاز بن جباب رضي الله عنه وأرضا فإذا كان أشهدكم انظروا يا ملائكتي انظروا إليهم شاخصة أبصارهم إلى رجل منهم يقص عليهم آياتي ويذكروني طوبى لهم قولوا لا إله إلا الله كانت حقوا الحديث ويذكروني طوبى لهم أشهدكم أني قد غفرت لهم ذنوبهم اللهم لك الحمد هذا العيد هذا العيد هل عيت هدية هدية العيد لكم هدية ثانية بالعيد تقدروا الهدايا بتكون تصليوا الجمعة اليوم بعد صلاة الجمعة شو بنساوي ترجعوا إلى بيوت إلى العصر مين منكم يحب يعمل عمل خفيذ يدخل السرور على أهله تعملوا عمل خفي اشتري لك شوية بزر خذوا عند مرتك مرة تحب تفص خذ لك شوية اقضامة خذ لك شوية حلو لزوج تخل لها تفرح اسمعوا هالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن ما من مؤمن أدخل على مؤمن سرورا ما من مؤمن أدخل على مؤمن سرورا إلا خلق الله من ذلك السرور ملكا هذا السرور ادخلت عليه الله يخلق منه ملك من الملائك ملكا يعبد الله ويمجده ويوحده سبحان الله لا يأتي لباله الإنسان يعني أمل أمل خير وعمل معروف لا يعرف ما يصبح من وراها النبي يحكي لكن لا أحد يصلى عن النبي اللهم صلي على سيدنا محمد الذي يحكي على المغيبات التي لا نعرفها هذا شيء غاب عندنا لا نعرف خلق الله من ذلك السرور ملكا يعبد الله ويمجده ويوحده فإذا صار المؤمن في لحده لما تدخل لقبرك توفى نزل على القبر أتاه السرور أتاه السرور الذي أدخله عليه يعني يدخل على هذا المؤمن يأتي السرور فيقول له أنا تعرفوني ما يعرفه فيقول له من أنت فيقول أنا السرور الذي أدخلتني على فنان معروفة اللئمة الطيبة التي دخلتها عن زوجتك فرحت أنا السرور الذي أدخلته على فلان ألا تعرفني فيقول له أما تعرفني فيقول له من أنت فيقول أنا السرور الذي أدخلتني على فلان أي أهل وسهل خير فيقول أنا اليوم أؤنس وحشتك أنا اليوم أؤنس وحشتك وألقنك حجتك شو الحجة في القبر لما الملائكة يقول لك من ربك وما دينك هو بلقنك الحجة تنئيل يعني بنعلك تنئيل بالقبر نعم وألقنك حجتك وأثبتك بالقول الثابت الله أكبر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذه في الآخرة هذه السرور وأثبتك بالقول الثابت وأشهد بك مشاهد مشهد القيامة وأخيراً وأخيراً أشفع لك وأشفع لك إلى ربك وأخيراً وأريك منزلتك في الجنة الحديث رواء أبن أبي الدنيا في قضاء الحوائج كتاب كتاب اسم قضاء الحوائج ورد هذا الحديث فيه الذي كتبت هذا الحديث إذا بدنا نقيم كلام النبي ما تقيم لكن بيننا ما يسوه الحديث يا ترى الدنيا كل تساوي هذا الحديث لا والله وثبتك بالقول السابت في القبر أمام الملائكة وأشهد بك مشاهدة القيامة وأشفع لك إلى ربك وأريك منزلتك في الجنة ما تكون أعظم من معروف إحسان فعلت مع أخ من الإخوان دخل سرور على فلان اللهم إني نويت وإدخال السرور على قل فلان بدخل لبيته والله مغفر له اللهم ارحمه والله مجزه عني أفضل جزاء عم يدعي لك في ظلمات الليل خلق الله من هذا السرور ملكا هذا كلام النبي عليه الصلاة الحق كلام الرسول الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى خلق الله من ذلك السرور ملكا يعبد الله ويمجده ويوحده فإذا صار المؤمن في لحده يعني في قبره أتاه السرور الذي أدخله على صاحبه أو أخيه أو أهله فيقول له أما تعرفني وحدك بالأمر ما في حد أدامك أجه واحد بهالجمال والفرح ما بتعرفني مين أنت مين أنت أنا السرور اللي دخلتني على مرتك يوم من الأيام كان الزعلاني دخلت السرور على قلبه دخلت السرور على أمك وأبوك كانوا زعلانين دخلت السرور على قلبهم ليلة العيد الله أكبر هذا السرور قاله أنا السرور الذي دخلته عليه أهلا وسهلا خير فيقول أنا اليوم أعنسك أنا اليوم أعنس وحشتك أنت لحالك أنا لح أكون أنيسك سرور لح يقعد أنيسك ما نات في حزن ولا بد تنفي سرور أنا اليوم أعنس وحشتك وألق حجتك تجي الملائك من ربك قاله ربي الله لا إله إلا هو ما تقول في هذا الرجل قاله هو محمد رسول الله نبيه ورسولي أتانا بالحق أتانا بدين حق بلغنا كلام الله بل احكي لهم عمي بلغ وألقنك حجتك في تنئيذ بالقبض صلى الله عليك يا رسول الله والله يا إخواني لو لو من تم نصلي عن النبي حتى ينشف الريق من تم ما من وفي ما من وفي النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجزيه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمتي وألقنك حجتك وأثبتك بقول الثابت هاي الحالة بتكفي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأشهد بك مشاهد القيامة وأشفع لك من ربك وأريك منزلتك في الجنة هذا العيد يا أخواني العيد إذن إدخال السرور وأفضل سرور تدخله على الأطفال على الأطفال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة قصرا لمفرح الأطفال إن في الجنة قصرا لمفرح الأطفال صلى الله عليك يا رسول الله قصر خصوصي لهذا اللي عم يفرح الأطفال فرح لولاد الصغار هلأ الولد بيش بفرح بفرح بوحدة شغالية طاية تبعها شو اسمها سمو أكلي طيبة بفرح بوحدة عطيت واحدة بفرح كي جبت له سيارة صغيرة بك بفرح فرح دخلت السرور عليه فأنت إلى قصر في الجنة صلى الله عليك يا رسول الله إن في الجنة قصرا لمفرح الأطفال فإذا الأطفال في إلى قصر فالزوجات شوفي إليك إذا فرحت زوجتك إذا فرحت أمك إذا فرحت أبوك شوفي إليك هذا السرور الذي تدخله على قلبي والديك أو على قلب أهلك وأولادك اللهم صد على سيدنا محمد هكذا يكون العيد بالفرح لذلك هل فيه بالعيد بعض الناس بيحمل فراطة بجيبته بيعطي الأولاد فراطة بيعطي هذا بيعطيه 25 هذا بيعطيه هذا أحبابي خطأ بتعود الولد كل واحد يأتي لعند أبوه بدي يأتي لعنده إليه أعطيني فبدأ تعطيه ولا أعطي أبوه إليه أعطيه خلي أبوه يعطيه خلي أمه تعطيه ما أنت تعطيه حتى لا نعود الولد يصير كل واحد يأتي لعنده يقول له أعطيني أعطيني فيظن أنه كل واحد يأتي بدأ يعطيه فمن الولد صار الولد شهواني للمان تكون أنت اللي عودته يأتي لأبوه يقول له خد هاي خمسة عشر أعطيها لأبنك خلي الولد يأخذها من إيد أبوه لا يأخذها من إيد الغيز هذا يجب أن نتعلمها دائما بدأ يعمل واحد بدأ يعمل معروف بدأ أنت تتصدق صدقة تلتعي يا ابني خد هاي أعطيها لك فئيز عود ابنك بيطاء الفقراء عود ابنك بيأغر الخير وأن يؤسي لغيره قال له أنا لها طعميك لأكل الطيبة طعمي الأخو وتعلي أعطيك أحسن منها نعوده أنه يحسن لأخو ويطعمي أخو قد ما هو يأكل طعمي الأخو وتعلي أعطيك أنا أحسن منها طعمها لأخو أجب تعطيك تنتين لا يمشن طعمت أخو هكذا تتربى الأولاد بالإحسان بين بعضهم وبعض أما أعطينا هذا أعطينا الثاني لا تقول لأخو أعطينا هذا يروح لتشوف أبوك ما أعطاني فقلتلك لا تقله لا تسكت الولاد يأتي الولاد زعلان تعطي أخي ما تعطيني فنعطي الأب أو نعطي الأم وهم يدفعوه للولاد أنت دخلت السرور على اثنين على الأب وعلى وعلى الإبن حتى تكون ممن اكتسبت هذا المقام والشريعة الإسلامية الله الله جعلت في العيد مظهر الفرح جعلت في العيد مظهر السرور فبعيد الفطر قال لك بالطالع زكاة الفطر تحسن زكاة الفطر إلى الفقراء حتى يتساوي الفقير والغني في العيد هذا عنده أكل وهذا عنده أكل أما هذا فقير ولاده عم يبكو وهذا ولاده طنعيم بالفواكه أشكال العلوان عم يأكل فيها بالطريق هذا منظر الله يبغيضه بدنا نحسن الفقير ففي في رمضان قال لك الزكاة الفطر قبل العيد حتى نجبر خواطف الفقراء في عيد الأضحاء قال ضحي وزع على الفقراء خلي الفقراء يأكلوا لحم ما عم يأكل الفقير لحم ما لحم ما عم يلحم خبز وشاي ما عم يلحم يأكل الله يعين الناس يا جمع الله يعين الناس فأكرم باع والله خالف حقه خمسين خمسين طيب خمسين أغلى عندك ولا أن تجوز الصراط من غير أن تتعثر وتزل في النار أخاف أنا أحلى تدفع خمسين وتنجو إلى الجنة ولا تتعثر تتزحلى بالصراط توقع في جهنم أفضل أنا أفضل لا والله تدفع خمسين خمسين ألف وما بس ما يتزحلى أن الصراط على نار جهنم ثلاث آلاف سنة طوله هيك النبي قال الصراط ثلاثة آلاف سنة ألف صعود وألف استواء وألف هبوط وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف إذا تمشي عليه المؤمنين والله ما يخوف قال غير أن المؤمن يراه كعرض الدنيا كعرض الدنيا كأنه عامل خيرات كثيرة لذلك يركض عليه رتيج والنبي وقف على باب الصراط كل ما دخل واحد يقول اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم بدك جوز الصراط أمين هالخير ضحي والنبي قال عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم كسؤال هلأ تجيب دعيالك خمس كيلو أو عشر كيلو حلو ولا بالضحي نجيب ضحلو للعيد ولا من ضحي بالضحي هالحلو قديش هالكيلو ألف ألف وخمسمية أظن ثلاثة ألاف صار هالكيلو خمسة كيلو خمسة عشر ألف يعني وإذا بدك نجيب عشر صار بحق عشر كيلو حلو بتجوز الصراط إلى جنة والحلو لا تكتبوا منه اسمعوا منه إذا بدك تأكل اطعوا واحدة أما من البلورية من البقلاوة ومن الكنافة من هذه شقفة ومن هذه شقفة صار معك مرض سكري وأنت ما لك حاسس على حالك كتر السكر ينقلل في الدم لا ينهض الله عز وجل جعل لك بطنك جعل لك الذي يفرز الإنسولين بنك رياس يعني يفرز الإنسولين أكلت حلو 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 لا يوجد أنسولين فإذا لا يوجد الإنسولين يدخل السكر إلى الدم صار معه سكري كل حياتك تأخذ أدوية كل الحياة تأخذ أدوية وإلا إذا اتفع السكر يضرب العين أول شيء يضرب العين بيعم أمراض السكر أمراض كثيرة فخليكم دائما على الوسط كن ولا تحرم هذا أنا معي سكر كل واحد معه سكر أكل حلو لكن إذا أكل عنب خمس عنب أكل أكل تين ثلاث تينات أكل معين على حالي ثلاث تينات خمس عنبايات نص طفاحة شافة بطيخة لا يوجد مانع أما من الحلو أكل أطعى وعدة بالجمعة بالجمعتين أطعى هذه لا تحرم حالك فقط خليك بالوسط دائما اتخذ الوسط في الحلويات في الأكل في الشرب دائما نخذ الوسط فلنحنا نشرب الشاي نحط لكاست الشاي معلقتين معلقتين سكر بعد الشاي في جاني القهوة معلقتين سكر صاروا أربعة بعد نشرب كاست الليمونادا كم معلقتين سكر صاروا ستة يصب بد خمسين جرام سكر الجسم بالنهار يصرف خمسين جرام سكر ماهي خمسين جرام يعني ربع أقية يكفي ربع أما تأخذ نص أقية في من هون كاست الشاي يضع نص سكر هذا إفراط إفراط هذا فيأني أنت معنات عم تجلب لنفسك الألم والزو حاصل فهي لازم نعرف يعني يجد لازم تنتبهوا يا أبني للحياة خاصة يا أخواني اللي بيبلغ عمره من فوق أربعين سنة متى ما صار عمرك من فوق لأربعين سنة سمين خففهم سمين أبيض السكر والملح هذا سم وهذا سم خفف الملح خفف السكر تخفيف الملح لا يصيبك الضغط تخفيف السكر لا يصيب معك مرض السكر تعيش حياة سبعين اثمانين سنة وانت في كل في كل سعادة بفضل الله أما هذا صار معه سكر شاخ أبل خطير أبل أيامه وهذا صار معه الضغط نطلع الضغط خطر وننزل الضغط خطر خليكم دائما بالوسط هذا هذا ندعي زمدك نعيد خليك دائما وكذلك جعلناكم أمة وسطة أمة وسطة لا تأخذ زيادة ولا نقصة العدل تمشي حياتك كلية وأنت على كرامه فالله يوسع علينا ويكرمنا بكرامة الدنيا وكرامة وكرامة الآخرة العيد تفاؤل وإياكم واليأس العيد تفاؤل تفاؤل بالخير تجدوه دائما تفاؤل الله يضع عن شيخنا شو كانت حياته كل تفاؤل شيخنا كان حياته كل تفاؤل أبشروا الإسلام بدأ يعود الإسلام بدأ يرجع وهذا حقيقة أبشروا دائما خليك دائما في فرح الله بدأ يفرج الله بدأ يكرم أما دائما زعلان دائما حزنان خاصة هلا بالعيد يزور والله والله المدافع فوق راسنا والثاني والله فما عم يخلونا نمشي من هنا من هون لهون عم هويات ما بيسترشئ دائما إيجح الحزن في أبن فائل فائل الله عز وجل يفرج يفرج بيننا ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال من حال إلى حال إياكم واليأس قال الله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون إياك واليأس إمت الفرج إمت الفرج لك يا أبي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعجل لعجلة أحدكم إن الله لا يعجل لعجلة أحدكم الله له قانون في الحياة فيه له تقدير في الحياة فمدك تغري ليش إمتى الله بني يفرج ولأ إمتى من النصبور ما بإننا نعود بالبل بدنا نساخر طلي سافروا ركب الشقطورة غرقوا الشقطورة بمن فيها خمسمائة واحد غرقوا غرقوا فرد مرة كلهم وجال ومسوان وغرقوا أنه هرب غريبة هرب من الموت الأصغر إلى الموت الأكبر لماذا لحد تثيئة بين الفرج وبين المصائب كما بين البياض والسواد بين السواد عينك وبياض هذا ما بين الشدائل وما بين الفرج وكم من إنسان وقع في نهاية الشدائل فجعل الله له من الشدائل الفرج قديش الأم بيحملها تتعزب تتعزب شد المرض شد المجه شد الألام عليها أخذوا عن المستشفى شدي نزلوا الولاد افتحت خلص بصرخان نزل الولاد الله فرج ما بين غمضة عين وانتباهتها لا تيأسوا لا تيأسوا الفرج أقرب من السواد إلى البياض لكنك تستعجل تستعجل إمتى الله لما خلقك ما ما خلقك بعجلة وإن كان الآية القرآنية خلق الإنسان خلق الإنسان من عجل يعني هو بيحب يستعجل الله خلقك بتسعة شهر مقادر كن فتكون يخضر فخليكم من غير يأس خليك دائما أظهر التبسم دائما تبسم كان صلى الله عليه وسلم متوالي الأحزان كان متوالي الأحزان وكانت البسمة لا تفارق صلى الله عليه وسلم أحزان أحزان يهود من ناحية النصارى من ناحية المشركين من ناحية والمنافقين من ناحية كلهم أحداء بدن يخلصوا من النبي والنبي بسام متوالي الأحزان وهو يبتسم صلى الله تعالى عليه وسلم كثير كثير التبسم والتبسم إلا الله يجعل في الإنسان فرح داخلي ابتسم أما تحط الأأدى ما رؤيا النبي عابسا أبدا صلى الله عليه وسلم فاللي بده يتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام يتخلق بالبسمة يا كام قابل الناس وأنت تبتسم هاديش عليها طرابية هاديش عليها حراسة هاديش عليها ضريبة كشر شوي يبشفها فاك ما بده لا ضريبة ابتسم السلام عليكم وأهله وسهله ويتمار أهله وسهله بالبسمة صلى الله عليه يا رسول الله فلذلك أبن العين كسرة التبسم ما تعد تقتل فرحة الأطفال أو فرحة النساء تقتلهم بالعقدة تبعا فاية وطالق طالق ما إنت وشو بنا نسبور وشو بصير فينا ما نكون عرفان نشو سا فيه إخوان هيق بجوان من أول ما بجي والله يا سيدي عملوا ما نكزهم ساهموا ما نكزهم عطونا بقزهم بقى يا أبني جاين عندي في لك حاجة أو جاين تفرق تفرق كل همومك عندي أنا عندي هموم الأخوان كلهم كمان أنت في هيق معطل أحباب الله عن زوجة ليسامحون بغير برد برجاء برد بغير برد برجاء طيب ما دين تلك يا حبيبي ما في غيرك يا أمي بهي قال لي لا والله اختار لي طيب ماهي كلما عم يشكو أنت بس عم تشكي لماذا عم تشكي كل هالشكاية هاي خليغي يا أبني فائل راح للغراض وراح للغراض وراحوا كذا راحوا للغراض إيمانك موجود ولا راح إيمانك كمان إيمانك مقيد بالغراض اللي راحوا لا إيمانك مع الله ما جاء إلى باله والسؤال لا فخلي إيمانك بالله راحة الدنيا راحة مؤمن بالله أنه موجود الله هو الرزاق نعم يرزقك غير يدي راح يعوض عليك نعم لماذا لا تزعر فخليكم دائما في حالة سرور في حالة ابتسام لا تجعل لا تجعل دائما غضبك وزعلك وحزنك خاصة بالعيد بالعيد لا تذكرون محان متى ما ذكرت المحان ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام لحفظكم يا الحديث إن لله تحت كل محنة منحة إن لله تحت كل محنة 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 منحة مين حفاظ إن لله عدوا لأشوف إن لله تحت كل محنتين منحة محنة في وراها هدية في وراها عطية في وراها كرامة إلهية في منحة لماذا كلها انتحار حزين شايف المحنة المحنة وما لك شايف المنحة التي جايتك ما هو المحنة المحنة البلاء والمصائب والنكبات هذه المحنة ما هو المنحة التي وراها مغفرة الزنوب ستر العيوب رفعة الدرجات قبول الطاعات محول خطيئات جعلك مع الشهداء مع الصديقين كل هذا ما عجبك كله ما عجبوك بس شير أخ وأخ فيه إخوان كثير كمساكين فلا تجعلوا يا ابن ما تطفئ بسمة بسمة العيد وفرحة العيد بالأولاد وبالزوجة وبالجيران لا تطفئها بها الحزن واليأس وعدم وعدم للرضا بقبول به قضاء الله سبحانه وتعالى بتضيق على مشاعر الناس مشاعر خاطر لا يا وسع خل الناس كل يأتي في بسمه ما بس أنت المتضايق كل الناس متضايقة كل العائلات متضايقة ما في عائلة إلا إلا أصيبك والحمد لله أراد الله أراد الله لمن أصيب المغفرة وأراد الله لمن صبر الأجر من أصيب الله أراد له المغفرة ومن صبر أراد الله له عظيم الأجر بالصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فضل على الجنة من غير حساب لأنك صبر إذا لا يوجد صبر يضيع على حاله في ناس بعيام العيد بدلا ما يضحك بدلا ما يضحك يتم دائما نهك عن ما يشدد وصال بعض الصالحين الله يرضى يرحمه ويرضى عنهم صالح من غير علم يعني أنا لم أرضى بهذا العمل هذا صالح ومتعبد وصائم لكن من غير علم كان إذا أجه رمضان أجه العيد شاهدوا جميع يضحكوا لماذا يضحكوا من قبل سيامكم لا يجب أن قبلوا قيام قبول الشيام مهد وإذا ما قبل الشيامكم يجب أن تعدوا تبكوا أيام عيد نقعد نبكي هذا يريد ما يعيد الأضحاء حاطة العيد ويبكي لماذا لا أعرف أن أقبل قبلت أو لمالي مقبول هذا جاهل ولو يتعبد والحديث النبي قال المتعبد بدون فقه كالحمار في الطاحون يدون على بكرة العشيب محله محله ما تقدم ما يعني أنك قبلت أو لمالي ما قبل أنت عم تعمل لماذا قبلت أو لماذا قبل أنت عبد مطلوب منك تؤدي الفرض فأدي الفرض وبقي على فضل الله ما لن أسأل مقبول أو لماذا مقبول عليك أن تتفقه في أداء الفرض كيف تؤدي الفرض أدي فرضك كما أمر وطريق الباقية على فضله ممكن يقبل بشيء قليل أبو حنيفة صاحب المذهب الحنفي يعني كان قاسم الليل لثلاث أقصام ينام التلت الأول التلت الأول للعلم ينام التلت الثاني يفز التلت الثالث ليل إحياء يحيط ليل إلا لما كان ماشي في الطريق الأولاد عم يلعبوا فالأولاد قالوا مين هذا مين هذا قالوا هذا الذي يصلي كل ليلة مئة ركعة قال سامحه الله هذا الغلام والله لقد أتعبني هو عم يقول أنا أم صلي مئة ركعة وأنا ما أم صلي 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 كل ليلة مئة ركعة فأبو حنيفة بها العبادة والطاعة والفقه واللعان استنبط الأحكام الشرعية من القرآن من الأحديث شافوه بعد الموت في المنام قالوا لي يا إمام ما فعل الله بذلك قال غفر غفر لك بإيش بالصلاة بالصيام ألا لا صلاة ولا صيام بإيش قال بقول الناس في ما ليس في الناس حكوا على أي شيء ما موجود في فالله غفر لي بكلام الناس تجي بباله الواحد نعم يحكوا عليه تغفر زناف يا هاي سيدنا الإمام أحمد رفاع رضي الله عنه وأرضاه شاهدوا بعض الموت في المنام ما فعل الله بك يا سيدي قال لهم غفر لي يحكي لنا بإيش حتى نعمل مثل حكايتك قال أوقفني بين يديه سيدنا أحمد الرفاعي يصل 800 سنة وطريقه قائم بالبلاد بالشام أفغانستان وتركستان والهند وعند نوسيا كله الطريق الرفاعي قائم شرق وغرب بإيش قال أوقفني بين يديه فقال بما أتيتني يا أحمد ما جايبنا معك هات لنشوف مسافر لما يجيب يجيب معه هدية بما أتيتني يا أحمد قال يا رب أتيتك بصلاتي قال أنا وفقتك لها يا أحمد أنا وفقتك للصلاة أنت صلي صحب صدقت يا رب شوفي غيره قال بصيام يا رب قال أنا أنا صبرتك عليه لما صبرتك على الصيام تحسين صوم قال يا ربي أتيتك بقيام الليل قال يا أحمد أنا أيقظتك له أنت فقت ولا أنا فأي أتاك الله هذا ما قال يا رب أتيتك بزكاة قال له يا أحمد أنا زهدت المال في نفسك لو خليتك تعشع المال لا تحسين طالع قرش مين اللي زهد المال في نفسك الله الله قال يا ربي أتيتك بحج حج ماشي من بغداد إلى مكة قال يا أحمد أنا قويتك عليه لما أعطيتك القوة بتحسين تصال لا والله ما بس شوفي غيره قال يا ربي أتيتك بعلمي قال يا أحمد أنا وهبتك زكاءه لما أعطيتك الزكاة بتحسين تحفظ العلم لا والله غيره قال يا رب أنا أتيتك بتعليمي علمت الناس قال يا أحمد أنا أجلست الخلق بين يديك أنت يجبتون أنا الذي بحضت لك ياهو يا يا لطيف ما بقى في شي بحبا قال يا ربي أتيتك بالتوحي ما بقى في غذك لا إله إلا الله أتيتك بها قال ولا يوم اللبن يا أحمد أهل يوم الأيام شرب شوية حليب صاب مغزقات سبحان الله أصاب أني المغز من هذا اللبن للحليب ألي المغز من الحليب ولا مني ولا يوم اللبن يا أحمد قال يا ربي إذن أنا هالك ما بقى في شي قال أنت عندنا لست بهالي ولكنها منادمة الحبيب لحبيبه بقى يا وين أمي هدولي أكابر أكابر وين الصلاة وصيام وزكاة لا تشوف حالك لك اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا لا إله إلا الله فلذلك يا أخواني ما بد بالعيد لها أعدي ولا نذكر المحن ولا نذكر المصائب خلينا بالعيد على فرح وسرور وأينما دخلت أدخل السرور على قلب الموجودين هذا الواحد دخل إلى بيت أخ زيارة بالعيد السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا قال له جاي بشرك قيل بشارة غالية بشارة غالية خير ما هي البشارة قال له جاي بشرك بأن الله غفر لك ما هي البشارة من الله قال له أنا جائب لك بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن الله غفر لك قد يخل على قلبه من السرور شلون شلون النبي قال صلى الله عليه وسلم إذا دعا المؤمنون في عرفات غفر الله للحاج ولمن استغفر له الحاج أنت مسلم نعم مؤمن نعم بعرفات قالوا الله مغفر للمؤمنين والمؤمنات فشمل الله كل المؤمنين بالمغفرة أبشر صحيح صحيح هذه البشارة دخل له البشارة أما فايت نوع ما هي الحاج التي تصارب فينا ما من الساوي من السافر طور بالك طور بالك ألا أنا أريد أن أدخل تسرع على قلبه نعم الحمد لله أبشروا يا أخواني أبشروا بفضل الله أبشروا بفضل الله يا ملائكتي انظروا إليهم انظروا إليهم ينظروا إلى أبصارهم شاخصة إلى رجلين منهم يقص عليهم آياتي اشهدوا علي أني قد غفرت لهم ذنوبهم مبشار هاي بشار ممني بشار من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لذلك لن نكون في أيام العيد لنكون كرياتنا على فرح وعلى سرور وننسى ننسى المحن نذكر بأن وراء هذه المحن شوفي مناح مناح وراء المحن في مناح يلي يعيش يشوف يلي يعيش يشوف ما في محن إلا وراها منح والمنح هو عزة الإسلام ونشر الإسلام هذا هي المنح عزة الإسلام ونشر الإسلام ونشر الأمن والرحمة على جميع الخلف أبشروا ولا تخافوا أنت بتقدير الله ما بتقدير نا بتقدير الله عز وجل وسوف يكون والإسلام سيعم العالم سيعم العالم هذه بشارة شيخنا وأنا أكرر البشارة لأن أتيق يقين بكلام الله وكلام رسوله اليوم أكملت لكم دينكم كمال الدين أن يكون في بلد ولا في كل البلدان كمال في بلاد المسلمين بس ولا في كل البلدان وقول النبي لا يبقى بيت شجر بيت خشب ولا وبر ولا حجر إلا ويدخله الإسلام بعز عزيز أو بذل زليل فالكلام النبي الله لم يخيى بالنبي بكلمة لذلك يخيبوا فيها فبدأ ينتشر الإسلام لذلك أبشر أبشر لكن إذا ينتشر الإسلام أنت يا عمني ما حملت للإسلام ما حملت لحتى تبلغ ننشر الإسلام بكرة بكرة يجلبون الفرنسيين يأسلمون الألمان يأسلمون أمريكا بدأت أسلم ما أنت حافظ من الإسلام ما بدأت تتعلم من الإسلام لا تتعلم شيء الله يسامح نحن ويسامح محكوم بدأ أن أنت تتعلم لا تتعلم ما تتعرفه أين تربي من كان يتخيل بليلة لا يوجد ضوء أمر الاشتراكية والاتحاد السوفيادية وكلياتوك مين كان نظن بليلة بليلة ما فيها ضوء أمر من البيت من الاشتراكية إلى الرأسمالية مين كان نؤمن شيوعية صلى سبعين ثمانية سنة تنمحها بساعة زمان نعم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فلذلك نكون دائما بالتفاؤل وأعظم في أعظم الظروف وأقسى الأحوال فدائما ما يتحمل التفاؤل إلا إلا الرجال إلا أبطال خليه دائما من الرجال تفاؤل دائما تفاؤلوا بالخير تجدوا سيدنا علي كم طالع بدون يروح إلى غزو من الغزوات بعض المنجمين قالوا يا أمير المؤمنين أرجوك لا ترو فإني أرى النجم غير موافق وإذا رحت بدك تخسر سيدنا علي قالوا حطوه بالسجن ونزل للمعركة فانتصر وربح ربح كبير ورجع قالوا نجيبوا له الكذاب هذا قالوا نصرنا الله ونفلنا يعني ربحنا مرابح كثيرة والله الذي لا إله إلاه لإن عدت إليها ثانيتان لأفصلن رأسك عن جسدك قال التوبة خلص التوبة تفاؤلوا بالخير أنه إذا لا يح النجم من موته نحن لا نمشي بالنجم نمشي بتقدير الله والله عز وجل مهيئ شيء بمفضله لهذه الأمة الله يرضى أن نسير من الشعب قال الجيلان قال كلمة قال سيروا مع أصحاب الهمم سيروا مع أصحاب الهمم لا تمشي مع واحد همته باردة لا تمشي مع واحد يائس لا ينور على هالله له هم عالي الله يريد ينصر بالإسلام نعم بإهن الإسلام دينكم ولا دينه جاوبوني دينكم ولا دينه بذل دينه العز للإسلام ولا لغير الإسلام شايفين تكون كل ياته وصل ضد الإسلام من أجل نصرة الإسلام كلهم يحاربوا الإسلام يحاربوا الإسلام وبكرة تسمعوا الرجال كلهم ستصحى ورأت الخوانين عندما التقيت فيهم قالوا نحن نعتذر وقبل اعتذارنا نعتذر عن الحروب الصليبية لأن الحروب الصليبية ما كانوا مسيحيين أصلي نعتذر هذه أول خطوة اعتذبوا ثاني خطوة ندخل في الإسلام واتيقنوا أن الإنسان في القرن العشرين قرن الإسلام قرن الواحد وعشرين هذا هذا قرن الإسلام وأرجو الله أن ربي عز وجل يسعدني ويسعدكن لكن تعلموا دين الله يا أبن بكرة إذا يجاك واحد مسيحي قال لك أنا أريد أن أسلم ما تقول له والله أنا لا أعرف أذهب لعند الشيخ لا أعرف إذا قال لك أنا أريد أن أسلم لا يجوز تخطي خطوة إلا تقول له قول أشهد ولا إله إلا الله أما تقول له والله ما بعرف فأنت معناته رضيت بالكفر يا الساعد اللي بده يجتم فيها رضيت بكفره الإسلام ما بدك مباشرة مباشرتك بدك تقول له قول أشهد أن لا إله إلا الله أو تعلموا الإسلام بأخلاقه بمعاملته بصفاته أنا في سويسرا كان في مجلس نساء حضروا ما يقارب ألف أمرأة من سويسرا ومن ألمانيا وكان مؤتمع مجتمع أعطا أما أحكي لهم عن جمال الإسلام وهذا الإسلام فجت أمرأة نعم قالت يا ما تحكي لنا على جمال الإسلام وعلى حلاوة الإسلام لماذا ما تحكي لنا على ظلم الإسلام الإسلام ما في ظلم لك أنشلون اضربوهن ضرب مرأة مظلم يا سلام يا سلام تنبار الله رفضي اسمعي الإسلام كيف يضرب ضرب الإسلام الله قال واضربوهن نعم ما ضربوهن فش خلق الله عز وجل جعل للطلاق أربع مراحل بدك تتبع أربع مراحل قبل ما تطلق ما تطلق جوزهن فعيضوهن أول دواء موعظة تجلب للآيات تجلب للأحاديث تجلب لكلام الصالحين موعظة والموعظة المرأة ما تفهم من جوزه جيب العم أهل العلم يعزوها فعيضوهن ما قبلت ما نفعت مع الموعظة دواء تاني وهجروهن في المضاجع مر دواء مر وسط الفرشة ما بصير تنم فرشة تاني وسط الفرشة أعطيها ظهرك ذلك في الإسلام تنام أنت ومرتك بتغط واحد لا يوجد تغطين بالفرش أعطيها ظهرك تبكي كذا خليك سافت ما نفع معها دواء نمر ما نفع معها نلتج الدواء الثالث الذي هو أمر وضربوهن وضربوهن لكن كيف الضرب كيف يكون الضرب اسمعوا يا أخواتي اسمعوا الإسلام الضربو سلاسة ضربات بالكف فقط ويحرم أن يضرب بعصى أو بغير عصى ببربيش أو بجلدي أو بكذا يحرم بغير الكف سلاسة ضربات بالكف فقط والضرب والضرب يحرم كذلك على وجهها لا يجوز وعلى صدرها لا يجوز وعلى نقرتها مبجوز ثلاثة أماكن خطر يحرم الضرب في هنا إذا أين يضرب له من الكتفين إلى الركبتين من الظهر من الكتفين إلى الركبتين يضرب سلاسة ضربات سلاسة ضربات فإن ضربك الرابعة أثمة وارتكب المعصية تضربك من الكتف فجلت المرأة قالت لي هذا الإسلام هذا الإسلام قالت لي هذا ليس ضرب هذا هاي نغرش يا عمي نغرش خلينا أنا بدي أسلم وخلي كل يوم ضربني هي قالت بدي أسلم قال كل ياتنا أسلمنا كلنا من أسلم إذا كان هيك الإسلام هذا الضرب سلاسة ضربات من الكتفين إلى الركبتين ولا يجوز بيعصى ولا يجوز بربيش ولا يجوز عندنا الضربة هناك نسأل الله السلامة ينزل الحميمة المهمة حميمة ما يقوله فالإسلام تلت ضربات فأنت فهمت يا ترى الإسلام كيف كان الضرب قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سي وضربوهم عليها لعشف الضرب كيف على هذا المستوى يحرم الضرب على الوجه تضربه كفين هذا حرام وعلى القفى على النقرة وهو حرام وعلى الصدر وهو حرام على الظهر وثلت ضربات بإيدك ويحرم بخشبة أو بغير خشبة حرام يا ابني هند على ابنك على ظهر تضربو ثلت ضربات لكي تصدق هكذا أنتوا عما تعملون فقدامنا يا ابني الإسلام بدلا ينتشر ولا بد من نشر الإسلام في العالم والله تعالى لا يخيب نبيه فيما قال صلى الله عليه وسلم لذلك تحققوا بأن الله عز وجل سيعز هذا الإسلام وسيعيد هذا الدين وعندها يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء أسأل الله لي ولكم التوفيق وأن نكون في هذا العيد عيد الرحمة الإلهية عيد الفضل الإلهي كل واحد فيكم الله أنعم عليه بنعمة ينشر نعمة لغيره أحسنوا للغير كل واحد ينقل نعمة لغيره وإن كانت بسمة نقول بسمتك لغيرك لا بد عندك بجيبتك في 200 ليرة طالع خمس ليرات لغيرك جزء وأمفقوا وأمفقوا مما رزقناكم جبت خبزات غير لجيرانك اشتريت خيار خيارا لأبن جيرانك أمفقوا وإن كان قليلا في مثل هذا اليوم وأسأل الله أن يجعله علي وعليكم يوم المغفرة ويوم القبول وكل عام وأنتم وأنتم بخير أسأل الله لي ولكم كمال المغفرة والرحمة اليوم نحن في يوم عرفات الحجاج صلوا الظهر لسه ما أدن متى ما أدن الظهر يصلوا فرض الظهر والعصر ويبدأ بالدعاء إلى المغرب والنبي قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي في هذا اليوم لا إله إلا الله مباركا الدرس من قال مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحم وهو على كل شيء قدير شلد حديث غفرت غفرت زنوبه أسأل الله لي ولكم القبول وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر